الثامنة صباحا بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح سيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور خلال ندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر أضاف الرئيس السيسي أن مصر لم تحارف فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته وخلال ندوة حرص الرئيس السيسي على تقديم التحية لعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وتوسط الرئيس صورة تذكرية مع أبطال الحرب كما حرص الرئيس السيسي على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقاداتها لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكد رئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن مضيفا أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكرهية وتبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة مرتكبي واقعة الاعتداء على إحدى القنوات المحلية في العاصمة بغداد وقال الكاظمي أن هذا الاعتداء يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرجو ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن جيشه يحقق تقدما سريعا وقويا في الجنوب وأنه استعاد عشرات البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب والشرق وفي خطاب له قال زلنيسكي أن بعض الأراضي التي تمت استعادتها تقع في خيرسون ولوهانسك ودونيتسك والتي ضمتها روسيا إليها عبر الاستفتاءات أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أربعة صواريخ أرض أرض باتجاه بحر اليابان بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن إطلاق هذه الصواريخ يأتي ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكل باشينيان أن أذربيجان أفرجت عن 17 أسير حرب من جنوده بعد وساطة أمريكية وذلك في عقاب إعادة إطلاق محادثات السلام بين البلدين برعاية واشنطن ثمن باشينيان جهود الولايات المتحدة في المساعدة بإعادة أسر الحرب معربا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في حل القضايا الإنسانية وإحلال السلام في المنطقة بوساطة دولية دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى فتح تحقيق محايد ومستقل بعد بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ما يبدو أنه إعدام أسر حرب أرمان على أيدي جنود أذريين وخلال جلسة لمساءلة الحكومة في الجمعية الوطنية قالت كولونا إن إعدام الأسر يشكل جريمة حرب لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب مضيفة أن فرنسا متضامنة مع الشعب الأرماني ودعت إلى فتح تحقيق محايد ومستقل بشأن هذه المزعم حقق فريق ليفر بول الإنجليزي فوزا ثامينا على ضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين دون رد في المبارلة جمعتهما على ملعب أنفلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دور أبطال أوروبا الفوز رفع رصيد الرجز إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي فيما ظل رينجرز في المركز الرابع والأخير بدون نقاط وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثالثة حقق انتر ميلان فوزا ثامينا على ضيفه برشلونة بهدف النظيف ليرفع رصيده إلى ست نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونيخ برصيد تسع نقاط فيما تجمد رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط ليبقى بالمركز الثالث نهاية الموجز نعود لاستكمال الباقي فقرات صبع الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل